بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب بعد أن بين الله تبارك وتعالى في الآية السابقة أن الكتاب يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وهناك بعض الأفراد يختلفون في الكتاب نفسه بغيا بعد هذا البيان الله تبارك وتعالى في هذه الآية الآتية يسل المؤمنين بأن الرقي إلى المعالي لا يكون اعتباطا بل لابد من تحمل المشاق والصعوبات وأن الإنسان لا يدخل الجنة إلا عبر تحمله لتلك المصاعب التي يواجهها بسبب بغي المبطلين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ هذا استفهام إنكاري يعني هل تظنون دخول الجنة بدون الامتحان الشاق اعتباطا وبلا مشقة ولا حراج ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم يعني والحال أنه لم يأتكم بعد مثل الذين خلوا يعني مضوا من قبلكم من المؤمنين السابقين يعني لم يصبكم مثل ما أصابهم فهل يمكن دخول الجنة من غير أن تبتلوا بالصعوبات التي ابتلي بها المؤمنون من قبلكم؟ فصاروا مثلا لكل من يتبع الأنبياء فلا بد أن تمتحنوا مثل امتحان أولئك الذين ثبتوا وصبروا تجاه الأحزان والكوارث أولئك صاروا مثلا للصبر وتحمل المكاره ماذا أصاب أولئك؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا هذا بيان للمثل مستهم أصابتهم البأساء الشدة في العيش مثل الفاقر والضراء من الضرر كالمرض والحرج وما أشبه ذلك وزلزلوا يعني أصيبوا بالاضطرابات الشديدة وحركوا بأنواع المحن والبلايا والفرق بين البأساء والضراء وزلزلوا هو أن البأساء تتعلق بالشدة في أمور المعاش كالفاقر وضدها النعماء والضراء تتعلق بالمصائب الجسدية مثل المرض والجوع وضدها السراء والزلزال يرتبط باضطرابات الحياة كالهجرة والسجن والتخويف والحاصل أن أولئك السابقين ابتلوا بمختلف صنوف المصاعب جسدية ونفسية واجتماعية فنالوا الجنة بصمودهم وعدم انهيارهم أمام الصعوبات فلا يمكنكم أيها المؤمنون أن تنالوا ما نالوه من الجنة إلا أن تستقيموا وتصبروا كما فعل أولئك حتى وصل الحال بهم إلى أن يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله يعني رسول أولئك الأمم والذين آمنوا معه كانوا يسألون متى نصر الله وذلك لطول البلاء فكانوا يتمنون النصر الموعود ويرجون الخلاص من الشدائد والمحن وفي هذه الآية مدحل لهم حيث إنهم لم ينهروا أمام تلك المشاكل ولم يبدلوا ولم يغيروا بل بقوا ثابتين في إيمانهم وعملهم منتظرين إنجاز الوعد لأن الله تبارك وتعالى وعد المؤمنين بالناصر إن تنصروا الله ينصركم فتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء لينصرهم فسؤالهم متى نصر الله ليس جزعا بل انتظارا لإنجاز الوعد وهذه فضيلة تسجل لهم فاستجاب الله دعائهم ونصرهم ألا انتبهوا إن نصر الله قريب لأن كل ما هو آت يكون قريبا وكل ما مضى الزمان صار أقرأ وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال بالنسبة إلى المؤمنين في الأمم السابقة ليأخذ الرجل منهم فتقطع يداه ورجلاه ويصلب على جذوع النخل وينشر بالمنشار ثم لا يعد ذنب نفسه وفي نسخة أخرى ولا يدع ما كان عليه ثم تلا هذه الآية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ومعنى لا يعد ذنب نفسه يعني أنه لا ينسب تلك المصائب إلا إلى نفسه وذنبه أو المعنى أنه لا يلتفث مع تلك البلايا إلا إلى أصلاح نفسه وتدارك ذنبه وأما النسخة الأخرى ولا يدع ما كان عليه فهو واضح فهو يتحمل كل تلك التعذيبات ولا يترك الإيمان نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصامدين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر شكرا